موسيقى اتكلم عن الافراط في التفكير او زي ما بيسموه كده overthinking overthinking يعني طول الوقت دماغي دينامو مطور شغال ما بيفصلش في ناس يا جماعة عندها مرض التفكير مرض اسمه مرض التفكير حقيقي الناس دي بتفكر في كل حاجة بتفكر في كل المواقف اللي هي عايشيها ده مش بس كده مش في المواقف اللي هي عايشيها دلوقتي لا دي بتفكر كمان في المواقف اللي عدت ممكن اشغل بالي في مواقف عدة من سنة من سنتين من ثلاثة واحيانا كمان بيعدي على عشر سنين يعني مثلا تفضل تفكر هي مفصلت من عشر سنين طب هل انا كنت سبب طب هل هو السبب طب لو انا ما كنتش قلت الكلمة دي كان زمان دلوقتي متجوزة طب لو انا عملت كده ما كانش دلوقتي رفع قضية نفقة على ابو العيال طب لو انا لو انا لو انا لو انا الدماغ شغالة شغالة طول الوقت وتفضل تلوم في نفسها تلوم في نفسها وزي ما بيقول كده جلد الزيت انا ممكن افضل افكر وافكر وافكر مفروض اعمل ده طب وانا مفروض لما اتقل الكلمة الفلانية لا مفروض كنت ردت كده لا انا مردتش صح طب انا المرة جاية هقول وهقول وهقول التفكير ده حتى وانا نايمة الناس اللي عندها اوفر سينكينج بيفكروا حتى وهما نايمين وهما نايمين بيفضلوا ياخدوا قرارات في قرارات في قرارات بكرة هعمل بكرة هقول بكرة هروح الاجتماع الفلاني وهعمل كذا بتاخد من الناس دي التفكير ده وقت كبير جدا وبتركز في كل كلمة قالت وفي كل حرف هي قالت بتفكر دايما الناس اللي عندها تفكير زيادة طول الوقت حاطين غلطاتهم قدام عينيهم وبيلوموا نفسهم طب والغلطات دي ما فوق التعملها لا ما عاملهاش طب وانا ازاي أسكت طب ازاي قالي الكلمة دي وانا سكت لا ما كانش مفهود أسكت لا كرمتي لا كياني لا شغلي لا لا طول الوقت تفكير 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 والموضوع ده مش بس عند الستات على فكر ده الموضوع ده كمان عند الرجالة الرجالة شعرها بيقع بسبب التفكير الزيادة ودلوقتي لقينا الستات كمان شعرها بيقع بسبب تروح لندكتور يقولك ده تفكير زيادة كنا زمان لقيها أمراض ورصية وجينية وحاجات كده كتير دلوقتي لا كل الجسم بينهار بسبب التفكير الزيادة وبالله أمراض كتيرة دلوقتي يعني تروح لدكتور نفساني يقولك طب روح لأول لدكتور القلب دكتور القلب يوديك لدكتور الغدد دكتور الغدد يوديك لدكتور تاني ليه؟ تلاقي فجأة سكر نلاقي فجأة ضغط عالي ضغط واطي لقي فجأة أمراض في الغدد اضطرابات الغدد الدركية بسبب الحالة النفسية والتفكير الزيادة يعني برضو برضو هنرجع تاني ونقول الحالة النفسية بتأثر على جسمنا كتير جداً من الأمراض العضوية بتبقى سببها التفكير الزيادة الناس دي على فكرة بتصعب علينا الناس دي بجد لازم يصعبوا علينا لأن هم ما بيبطلوش تفكير والموضوع يمكن هم فاكرين إن هم شايلين مسئولية زيادة عن لزوم وأحياناً بنلاقي السبب مثلاً وهو صغير كان مثلاً الأم أو الأب مديينه المسئولية بزيادة محملينه المسئولية فاللي هو طول الوقت أنت لازم تبقى أد المسئولية فبيفكر طول الوقت هل أنا غلطت هل أنا أد المسئولية طب والدي راضي عني طب والديتي كده مبسوطة طب تمام فطول الوقت ده جلد الذات اللي أنا لازم أبقى في صورة كاملة جداً طب والبنات البنات طول الوقت عايزة تتجوز وعايزة تعمل فرح وعايزة تخلف وعايزة تشتغل وعايزة بقى لها كيان وبتسمعها من السوشيال ميديا أنت لازم تشتغل ولازم تنزلي ولازم تعمل فاللي هو طول الوقت هي بتفكر في سبعين حاجة عايزة أعمل وعايزة أعمل وعايزة أعمل بالتالي في الآخر بيبقى عندها اضطرابات في النوم اضطرابات في النوم الناس دي ما بتنامش كويس هي بتفكر حتى وهي نايمة وعلى فكرة هي ممكن تفكير ده يبقى إيجابي أو يبقى سلبي تفكير إيجابي اللي هو أنا هعمل وهسوي وهنزل أشتغل وهعمل ده تفكير إيجابي تفكير السلبي بقى لأ طب وانا مفروض كنت أعمل كزا طب مفروض كنت تردد كزا فاللي هو يفضل اللوم الزياد طب يا ترى يا إيمان إيه أسباب الأوفر سنكينج إيه أسباب الاطراب التفكير ده وهل نقدر نسيطر عليه يمكن هو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة أسباب التفكير الزيادة الأوفر سنكينج وإزاي نقدر نسيطر عليه وإيه أسبابه وهل أسبابه وإحنا أطفال يعني هل إحنا عشنا مشاكل فخلتنا طول الوقت شغالين دانامو ولا زيادة ولا أسبابه إن الحياة سريعة وأنا عايز أعمل كل حاجة في وقت واحد يعني وإزاي نوقف المطور يعني ده يقف أنا ساعات على فكرة أنا كمان مريضة زيكم أنا ساعات بدا بسك دماغي وقولها خلاص انا وقف اعملي قف بقى كفاية ساعات وانا نايمة ببقى بصحى على حاجات أنا عمال أفكر فيها وانا نايمة وده من الصح أسئلة كتير قوي أنا زاة نفسي عايز أعرف إيجابتها إحنا ليه كده ليه دايما بنفكر بشكل غريب وليه دايما نحسين بالهم والغم والحزن تفكير 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 معين حياتنا على فكرة فيها نعم كتير قوي حلوة فيها نعم كتير قوي حلوة تخلينا راديين وهديين ومبسوطين هنعرف إيه الأسباب من ضيفي اللي هينورني في الستوديو الدكتور عمر شليل استشاري الساحة النفسية لكن قبل ما استقبل ضيفي تعالوا نروح مع بعض نشوف تقرير صورته كاميرا يحكى أنا مع الدكتور رامي نخلة استشاري أمراض البطنة عم موضوع حلقتنا لنزام ولتلك الأمراض العضوية بتبقى نتيجة للأمراض النفسية والأوفرسينكين يلا نروح مع بعض هو التفكير الزائد إحنا كلنا بنفكر كلنا حققنا إننا نفكر وكلنا عندنا طموحات وجوز وأهداف عايزين نحققها فالتفكير البسيط اللي بيسموه ميديم الوسطي ده حافز بيشجعنا إننا نحاول نجيب طموحاتنا نحقق أحلامنا ده ممكن يقلب بتفكير مرضي اللي هو أنا شغلي شغل بس عبارة عن نفس الموضوع رأي حكايي رأي حكايي وبخص بيسموها في بيشل سوركل أو دايرة مغلقة مش عارف أطلع براها ده ممكن يبقى يقلب بتفكير مرضي يأثر علينا سلبيا نفسيا وجسمانيا كمان الهرموناتها في الاسترس مع التفكير الزائد ده حمل وضغط نفسي بيمنع إنك تستمتع باللحظة اللي إنت فيها وبالسعادة اللي إنت المقروض يعني تحظو بها أنت بتمنع نفسك إنك تبقى سعيد مجرد التفكير فهرموناتها الاسترس دي اللي هو الكورتزون من أهمهم الأدرنالين من ثاني واحد مهم جدا ده بيزوت الضغط ده يقولك حتى الكورتزون الناس تأخذ أراس كورتزون يأخذوه صباحا وليس مساءا ليه عشان لو حصل أي حاجة أثناء فترة الصبح عشان يخليك فائق ونشيط وتقدر تكمل بقية يومك بس لما أفكر كمان وابقى عندي استرس بالليل كورتزون يفرص بالليل هو والأدرنالين طبعا مش عارف أنام هيا أثر على نومي هشاء لبيومي هبتدي ينامي ساعة خمسة ستة الفجر أصحى ساعة ثلاثة طبعا بعد الظهر هبتدي أحس بأنه نشاطي قليد مش عارف أفكر مش عارف أبقى برودكتف مش عارف أبقى إنسان برودكتف في مجالي أو يعني عارف أدي فيه أو في شغلي أو في أي حتة فطبعا يا أثر يجيب زبحات صدرية من كتر الأدرنال والكورتزون بيساعدوا على انتباضات الشرايين التجاهة بتعمل زبحة صدرية الناس تحتاج لأسرها لقدر الله أو جلطة في القلب يروح بيها المستشفى الضغط العالي والسكر كل درابات في القلب تريد يقولك أول ما بيجي هلعى فانيك أتاك من كتر التفكير يبتقي ضربات قلبي ونفسي يتأثر جدا وساعات في مجالنا إحنا كجهاز هضمي ومناظير يقلب بقولون عصدي طبعا عندي إسهال مستمر أدوية الإسهال مش جايباله عليك لشان هو العيد مش في القولون العيد في الإشارات المخص زيادة اللي أثارت وخلت حالة المعدة وقولون تتهيج أكثر في عمل إسهال أو إمساك المشأة أو التربية المهمة الطفل بيتزعقله على طول حد من أهليه بيمد إيده عليه على طول بيتعاقب على طول حاسس إنه هو مش في الكمفرد زون بتاعه ده هيطلع عنده اضطرابات نفسية بأنواعها جناليز عن إجزائجيز أهدر اللي هو النوبات التوتر والهلع وعلى طول متوتر وبفكر كثير وتأثر عليه لما يكبر في تحديد مصيره إيه سواء في الجامعة في الإختصاص اللي عايز يتقصصه في الشغل اللي عايز يشتغله في حياته ومستقبله اللي عايز يبنيه في زوجته وشريك حياته فالكلام ده بيبدأ من النشأة من أهم الحاجات اللي بشرفت مجالاتنا في العيادات الجهاز الهضمي موضوع القورون العصري ده من الناس فاكرة إنه قورون العصري لازم يبقى عصري إطلاقاً ممكن يكون من التفكير الزايد ممكن يكون من شيل الهم والمسؤوليات الكتيرة اللي كتير مننا بقى يعانوا منها هي اللي عندنا أعراض من ألم في البطن أو تقلصات أو بسهال أو إمساك حدس ولا حرف ماكيش أحد معلهوش سترس ولا في شغله ولا في بيته ولا في حياته مع ولاده مع صحابه أي حتة في الدنيا إنك تتعامل مع السترس ده أو الضغط النفسي أو العصبي كيفية التعامل معاه دي حاجة مكتسبة بتتعلمها مرة في الثانية في الثالث مش بتتولد وانت عارفها فمش عيب إنك تعلم نفسك وتأقلم نفسك وتقرأ إيه السترس ده وعواقبه إيه وأطلع نفسي منه إزاي وتروح تتشير حد وتلعب رياضة وتحاول تبع عندك الفوزيطف تنكي أو اللي هو التفكير الإيجابي وتبعد عن التفكيريات بقدر المستطاع أنا عارف ممكن بعض الناس ممكن تقول إنه هو مجرد فليشي بس أنا ما قلتش من أول مرة أنا قلت من ثاني وثالث ورابع وعشر مرة تساعد نفسك وساعتها ما عرفتش إلجأ لحد ممكن يساعدك كمان وارجعنا لكم تاني مشاهدينا وزي ما قلت في بداية الحلقة معنا النهاردة الدكتور عمر شليل استشاري الصحة النفسية اللي هيكلمنا أكتر عن موضوع الحلقة ونعرف إيه هو الأوفر سينكينج ومش معقول كل يومين يطلع لنا مصطلح بس المصطلح ده بصراحة جيته للحق يعني بيطلع حقيقي يعني الأوفر سينكينج نازل بتفكر دينام ودينام مشغال ما بيفصلش إحنا مش هكلم تاني كتير كفاء الإنترو ندخل نراحب دكتور عمر زيكي دكتور عمر أحنا مسأل زي حضرتك طبعا أنا بشكرك ان انت جاينا من بورسعيد رأصا على الستوديو فيعني حمد الله على السلامة ومرسيء باهتمامك بالبرنامج ده أنا ليه شرف بيكم وبأسرة البرنامج كاملة والسادة المشاهدين ليه شرف حقيقي شكرا يا دكتور عمر ووجودك معنا خلينا ندخل عطف موضوع الحلقة موضوع مهم قوي على فكرة أنا مريضة بهذا المرض هو موضوع العصر أصلا يعني أو مرض العصر زي ما احنا بنقول هو مش مصطلح كمان جديد ولا حاجة لده اضطراب حقيقي موجود ومرض موجود بيصيب الإنسان الإنسان أصلا خلق مفكر مش خلق ما بيفكرش ربنا أنعم على الإنسان بالعقل لكن إن أنا أكون مفرد في التفكير ده موضوع كبير جدا وموضوع خطر جدا والشباب كتير بتعاني منه طول الوقت تفكير طول الوقت مسكين الموبايل طول الوقت حتى أنا ممكن أبقى مسكة الموبايل بفكر في حاجة تانية خالص بس أنا هنا في حاجة ومخي في حاجة كنت بتعمل سكرول وأعملت مري وعملت بصي بس دماغك أصلا في حتة تانية خالص طب كنا أخدين أجازة صراح كده أنا قلت خلاص هفصل خلاص أنا الأجازة دي هقفل الموبايل وش مفيش أي حاجة طول الأجازة أنا دماغي شغالة معيني أنا سايبة خلاص أجازة من الشغل الدماغ برضو شغالة اللي هو طب لما أرجع طب هعمل كذا طب سوي كذا طب هكلم الشغل كذا طب العربية عايزة سيونة طب معرفش مين المشكلة بقى من الأوفرثينكينج ده يكون فيه كمان فكرة سلبية أو أفكار سلبية هنا بتكون الأزمة بقى هنا الكارثة دي بقى هتجيب لك توطر وهتجيب لك قلق وخوف وهتجذب لك أفكار كتير سلبية قوي تعقر لك المستقبل بتاعك اللي هو بكرة وبعد ساعة وبعد ساعتين وبعد أسبوع يعني المستقبل القريب مش المستقبل البعيد لذلك أنا ممكن أعرف للسادة المشاهدين ببساطة كده الأوفرثينكينج هو عبارة عن فكرة سلبية أنت بتنتقيها من مجموعة أفكار كتير حواليك وبتخزنها في العقل اللواي بتديك عليها أعراض زي التوتر والقلق وبنك أتاك اللي هي نوبات الهلع والخوف أنك تبقى خايف من المستقبل خايف من بكرة خايف من الموقف ده خايف من القرار ده هي الفكرة السلبية دي وإنت بتحطها كده وتقعد بقى تجمع كتلة أفكار كتير قوي وتخزن وبعد كده تتلقى حياتك وتقطق ويومك منتهي علفاضي وإنت مقدرتش تعمل حاجة إنت عملت حاجات كتير قوي في يومك بس منهك ومجهد وقررت أخدتها غلط بسبب الأوفرثينج التفكير المفرد ده بيدر الشباب يعني لو جبنا عشرة قدامنا دلوقتي يعني تلاقي عندنا سبعة منهم عندهم أوفرثينج ده لو مش تسعة ونص ده أنا بقول أقل نسبة في الدراسات والإحصائيات ده حقيقة جد الدراسات والإحصائيات أثبتت أن كل عشرة فيهم سبعة أوفرثينج الأوفرثينج ممكن يبقى مفيد للإنسان اللي بيعرف يعمل كنترول على عقله اللاوعي أو بيعرف يعمل كنترول على الفكرة اللي هتفيده مش الفكرة اللي هتضره أو توقف حياته أو توقف قرارات في حياته أو توقف الطاقة بتاعته اللي بيستخدمها في حياته أو فيهم هي ممكن فكرة يعني فكرة سلبية تكون في دماغي ممكن توقف قرارات صحة في حياتي ده تخليكي كمان ما عندكيش شغف أنك تعملي حاجة أو تحس أن أنت منهكة أو أنا هل كان كده ليه النهاردة أو أنا هبطانة ليه النهاردة أيه هو ده ده بيحصل للناس تحس أن أنت جسمك واقع يعني جسمك مش واقف اللي هو ما عنديش طاقة ما عنديش الباور ما عنديش حتى الشغف أنا الوقت داخل أنا عشان أدخل في مرحلة النوم بتاعة الصح اللي هستفاد بيها لازم أوصل لمرحلة تسمع النوم العميق عشان أوصل لمرحلة النوم العميق دي يعني ما فيش تفكير عشان أقوم بباور جديد لو أنا قمت بالباور بتاعي كامل وعندي overthinking أخدت عشرين منهم في المية أصلا من الطاقة اللي عندي بدون موعا كده وبدون مركز وبدون مشعور أخدت عشرين في المية منهم استهلاك بس في فكرة معينة في فكرة معينة اتبقى لي تمانين هاكل بيهم وهشرب بيهم وهتحرك بيهم وحل مشاكل بيهم واشوف مشاكل زجوزي ومراتي وعيالي والشغل وي 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 طب أنا فين هتلاقي ما فيش باور يحقق لي الهدف أو أسعى لطموح أو أفكر في فكرة معينة أو أوصل لحاجة معينة تتلاقي دايما الشباب باجي أتكلم معها يقول لي يا دكتور يعني معلش أنت تقعدوا تبدونا حاجات في الموتيفيشن وتحفيز والكلام سهل وحاولي وتعملي ويقول لي الكلام سهل أقول له آه مهالكلام سهل وتنفيزه صعب بس لو أنت عندك باور الشباب أو الباور اللي أنت عايش بيه في يومك بتستخدمه صح أنا زي أكلت أكلة كويسة أكلت أكلة صحية كويسة الأكلة الصحية دي قديتني باور معين أن أنا أقدي به أداء معين كأن راح الجيم مثلا دا لايف ستايل بتاعي أنا داخل النهاردة في يومي متمرن كويس وأكل كويس فبالتالي هبقى اليوم كله عندي مشرك اليوم كله في باور وفي طاقة إيجابية وما سمعتش لكلام سلبي وما فيش وما فيش وما فيش لكن إحنا مشكلتنا بقى أن أنا بمسك فكرة معينة وبهي العقلي إن الفكرة دي هي اللي معقارة صفو حياتي صح إن الفكرة دي هي اللي ممكد عليها لها بالعكس صح هي الفكرة عملة تجذي بسبعين جيل فكرة سلبية كمهاها والأصعف دا المشاعر بقى بتاعته يعني مثلا هندي مثال يعني واحد مثلا ساب شغله خلاص يعني حصل له مشكلة والشغل استغنى عنه برافو هيفضل رابط كل مثلا إن الفلوس قلت في البيت بسبب نسب شغله مشاكله زادت في البيت مع مراته بسبب نسب شغله برافو عليك برافو جدا الأصعف دا بقى أنه يجذب قصاد دا الكلام السلبي اللي بيأذي نفسه بيه زي السلفة هارمينج كده جلد الزاد آه زي جلد الزاد كده بزبط بيعمل على نفسه يقولك أنا فاشل صح أنا أنا كنتش المفروضة أخد القرار دا أنا تسرعت بيتخانق مع أولاده بتلاقيه عصبي بزبط بيبي يروح لطرق سلوكية انحرافية مش كويسة بزبط خلاص بقى هو بالتالي فقط شغفه في الحياة يعني كده عملي إنه هو مسك في فكرة سلبية واحدة وبنى عليها بقى أفكار التدميرية تدميرية زي الست اللي تنفصل زي الست اللي تنفصل بقى طبعا يعني بتيجي بعد الطلاق لا بقى دا حضرتك مذاكرة بقى أكتر لما أنا أقولي الدكتور عمر جايلك شلين فأنا عدم زكرالك ست اللي بتطلق تلاقيه فجأة يعني يعني هي بتبقى جدعة وشطرة وشيلة المسئولية بربع عليك جدا وبتربي صح وإيه يعني عشرة على عشرة بس شيلة شماعت هو أنا كده أزيت عيالي لما اطلقت طب وانا ما فوقت أتكمل بربع عليك وكمان بقى فوقهم السيلف إيميج بتاعها الأصعب اتهزت الصورة الذاتية عن نفسها اتهزت اتهزت ليه لأنها جالها شعور بالرفض كل سيدة مطلقة صح حست إن في حد خزالها أو قصر قلبها أو تخلى عنها السيتي دي بتحس في وقتها إن أنا ترفض إن أنا حد ضحى بيه إن أنا حد تخلى عني الفكرة دي إذا سيطرت عليك دي فكرة تدميرية هتعملك overthinking مع مشاعر سلبية مع نوبات غضب تجاه نفسك وتأذي بها نفسك وتأذي بها نفسك لأنك هتفضل طول الوقت عملة تجليدي نفسك وتقولي وتسومي نفسك في مرحلة اسمها مرحلة المساومة في العلاقة الغلط مع الشخص الغلط تقولي هتفتكر له بقى مميزات وقال لهوها كان جايب لها وردة في يوم من الأيام هما لسه مخطوبين وهو أصلا كان قاعد معها في البيت ما بصرفش عليها هتفتكر له الوردة اللي جابها لها هو لسه خطيبها حتى لو الست هي اللي طلبت الطلاق وهي اللي صممت على الطلاق يعني بمحد إراتي يعني أنا برغبتي لكن بعد حتى ما بيحصل انفصال بيحصل للدكتور عمر جيول علي بالضبط كده بتجذب لنفسها بالفكرة الوحدة اللي كانت أصلا مش مفرطة فيها يعني هي كانت لسه في بداية التفكير السلبي النفسها اللي هي حاسة بالترومة بتاعت صدمة الانفصال هي أخدت ترومة بس ما استوعبتهاش أو ما أخدتش حقها في الزعل أو في الحزن أو في الغضب فبالتالي أخدت فكرة تدميرية وبنت فيها مشكلة وفي ناس للأسف بنات بعد ما بتنفصل أو سيدات بعد ما بتنفصل بيبقوا طبيعيين جدا ما عندهمش أي مشكلة وتلاقيها مرة واحدة كده جالها OCD الوسواس القهري الاوبسيشن ده أخد الوسواس القهري ده يمكن من أكبر هو نوع من أنواع التفكير يعني كنت لست أقول هو ده نوع من أنواع بس المدمر خالص بس ده بقى اللي بالمرة دي بقى خلاص ده أنت كده دخلت نفسك في حتة تانية أخدت الفكرة التدميرية وهزت ثقاطها بنفسها وكبتت جواها مشاعر غضب وحزن وخزلان والشعور بتاعها اللي هو البستو ترومة كامل اترمى بعد الصدمة وما قالتش لحد لغاية ما حصل عندها خلل في كيميا المخ فبالتالي الفكرة بقت هنا مسيطرة عليها وبتروح لها بشكل اضطراري يعني هي اللي بتروح للفكرة هنا بشكل اضطراري يعني هي خلاص شايفة نفسها نية فشلة غير مرغوب فيها أنا ملوش حلوة وبتبقى بنت جميلة جدا وبنات ناس وبنات كويسين جدا بس فيه راجل كسر لاسقتها بنفسها قسرها خلاص هو قسرها من أجل أصلا واحدة قد لا تسوي أصلا جزء فيها قد تكون نزوة بالنسبة له قد ممكن يندم عليها لو هي فهمت الموضوع من البداية لكن الجزء ده بالذات هي تهزت خلاص هي ما فهمتش الموضوع صح فسومت نفسها فأخدت المشاعر والأفكار التدميرية الغلط خزنتها جواها وقعدت تعيد وتزيد من غير ما تقول لحد ولا حد يوجه وقفت حياتها عند النقطة دي مش على قد overthinking بس الشعور بالندم على أي قرار جزء كبير منه بيكون هو المسيطر الرئيسي والمتحكم اللي حياتنا أصلا في overthinking إن أنا أندم على قرار أخدته إن أنا أندم إن ما كنتش عملت موقف معين مع صاحب الشغل زي ما حضرتك قلتي إن أنا ما اشترتش عربية لما كانت معروضة علي مش عارف بإيه إن أنا كنت ألتحقت بالوظيفة الفلانية وكنت بدأت بها حياتي إن أنا كنت ارتبطت بالبرتنر بتاعي أو شريك حياة اللي حابين في بدايتي مثلا مش الراجل اللي أنا قعدت معا دلوقتي أفضل أجل بنفسي وأشعر بالندم على الفكرة الغلط دي وأفضل أخدها أسلوب حياة أفقد الطاقة زي واحدة مثلا يعني عايزة أقول لكم بالمناسبة السيدات اللي بتبقى عايزة تخس وهممها قوي إن هي تحفظ على شكلها الـ overthinking بيخسس الأكل إنت تكليب يحرق 30% منه أصلا في التفكير بس لو إحنا اشتغلنا عليه صح طيب أنا بقى مش أخدها لكم هنا كنوع من أنواع إن أنا آكل وخس بالتفكير وهذا مرض جاءت لنا أرسالها مثلا برضو يعني من ضمن المشاكل التي تجل البرنامج السيد كان بعتها بتقول إن هي انفصلت من 8 سنين وعندها أربع أولاد ويعني قصة كلها بتقول إن يعني الندم بيقولولها بقى اللي حواليها أنتوا عارفين دايما يا جماعة الناس اللي حوالينا ركزي على الحتة بتاعت اللي حوالينا ده عشان مهمة نتكلم فيها دلوقتي خلي بقى دكتور عمر أنا نادرة ما بسكت بس يعني حضرتك كلامك يعني بس حضرتك مذاكرة برضا يعني أنا مستمتعة وأنا بسمع فهي بتقول إن الناس اللي حواليها كلها طلعوها غلطانة إن هي تمسكت بولادها وقررت إن هي تعطي ربيهم بدل ما ترميهم للأب إن مش يعرف يرعيهم وطول الوقت هي في جلد ذات والناس كلها بتعاقبها كل ما تيجي تتجوز بتفشل فالإن معاكي أربع ولاد فكانت الأم بتقولك الأم والأب وإخواتي وصحابي أنت مشكلتك إن أنت ما تديتلوش الولاد ادي له الولاد عشان ترافش تعيش حياته خليه هو يتجوز وعيش حياته وإنت قاعدة طب نفترض واحد من الولاد ده بعد مدتهم له وكان رجل مهمل ولينا زوات وتخلى عن الولاد وحد من الولاد حصل له حاجة حد هينفعها في التوئيد ده أما أنا عايزك بقى ترد عليها لا طبعا لأن هي عايشة في جلد ذات وندم وحصرة اللي هي بتقولي أنا عمري بيروح وأنا عمالها ربي الولاد بس أنا مبسوط طبع عندي نعم كتير وأنا بصرف ومدياتي كويسة وكل حاجة لكن هي طول وقت حاسة أن هي ضحية 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 للجوازة دي وأنا ليه زنبي أتجوز وخلي فشي العيال المشكلة في المحيطين وهو ما شلش حاجة المشكلة هنا في المحيطين يعني أنا بقول لها هنا المشكلتك في المحيطين أصلا عشان أتعالج من الأوفرثينكين المفروض أن أنا متعاملش مع المحيطين سلبي المفروض يعني دمر نفسيتك بالزبط كده أنا عشان أتعامل مع الأوفرثينكين وتخلص منه أصلا رقم واحد كده أحاوط نفسي بالناس المشرقة بالناس الإيجابية بالناس اللي عندها طاقة إيجابية الدهاني والدهالها ونتعايش فيها بسلام نفسي فما ينفعش حد يخليني ألوم نفسي على قرار أخدته زي الندم أنا قلت الندم رقم واحد ندم ده آدم كارثة إن أنا أندم على قرار اللي بعدها على طول إن أنا أحاوط نفسي بناس تفضل تخليني أسئل نفسي وأجل بنفسي وعاتب نفسي وألوم نفسي وبرر وبرر طب الناس دي فئة كبيرة قوي يا عمر آه يعني الفئة دي فئة الستات المنفصلة اللي بتربي ولادها اللي تعبن عليهم واللي بتضحي بحاجات كتير في حياتها من وقتها ومن صحتها ومن سعادتها ومن فلوسها الناس دي فئة كبيرة أو في مصر تقول لها إيه للست دي نموذج الست اللي بجد بنت الناس المحترمة اللي قعدت تربي ولادها واللي ما همهاش المجتمع اللي هي ارمي ولادك وروحي تجوزي وعيشي حياتك عشان تقلل حتة الندم إن أنا مفصلت بس أنا اللي شلت المسئولية مش هو عشان ما تندميش على كل ده افتكر إن انت تخلصت من الشخص الغلط رقم واحد جسدي قدامك وده من علاج الأوفرثينكينج على فكرة إن أنا أجسد الحاجة الغلط في حياتي على شكل حاجة أعمل لها كيان مستقل وسميها مسمة معين كده في حياتي زي مثلاً أنا أعلمني ديني ما أنا هقولك الحتة دي جميلة أول جد إحنا بنعملها في علم النفس لما بيكون في حد إحنا زي عارفة الشخصيات بزمان لما كانوا بيخوفونا في التربية زمان من أمنا الغولة والحاجات دي أيو لو نزلت دلوقت كانوا بيجسدونا إن فيه لو أنت تخليت عن الخروج برى النص بتاعي أو تخليت عن الخروج برى الإطار بتاعي هتلاقوا أمنا الغولة دي فإحنا نتخيل مين أمنا الغولة دول بس أخدنا جوانا كده أن أمنا الغولة دي حد بقى شعره ممكوش وحد شكل وحش وحد شرير وبدأنا نخاف هنا جسدونا الفكرة السلبية وخلونا نعمل لها كيام مستقلة بعيدة عنها وطول ما إحنا قاعدين في دايرة أهلنا إحنا متطمنين ومرتحين صح كده طول ما إحنا بنسمع كلام أهلنا إحنا متطمنين وعارفين إن إحنا في أمان مع أن العكس أنا ممكن أقعد مع بابا وماما ممكن أتخبط خبط أتعور أتكسر يحصل لي مشكلة صح ولا أنا غلطة؟ يبقى إذن هما ما منعوش عننا الخوف ولكن جسدونا فكرة سلبية ممكن تخوفنا في شكل كيان أو مسمى زي يومنا الغولة كذلك الشخص الغلط اللي يدخل حياتك الشخص السيء اللي يدخل حياتك ويعرضك لكسرة القلب والخزلان وإن هو يخليك ضحية في الحياة حطي له مسمى قدامك كده وحطي نفسك في الجانب الإجابي على طول إن أنا هنجح وإن أنا هيكون ليا هدف وولادي كمان اللي أنت ضحيت بهم وأنا أخدتهم والناس لموتني دول أنا أخلهم أصدقاء لي وعيلة لي وناس جميلة لي في حياتي وناس مميزة في حياتي مش لازم تاخد ولادك في حياتك على أنهم أصدقاء بس أو على أنهم ولادك وانت بتربيهم لها بالعكس ده أنت تاخدهم برحلتك كده كيان أنت عملت كيان اسمه عيلة لوحدك هينجحوك وهتنجح بيهم نجحهم اللي هيوصلوا لي هيتنسب ليك مش هيتنسب لباباهم المستقبل اللي أنت هتبنيه ربنا هيوفقك فيه وحط جواك الفكرة دي قوي ويمكن بتشوف حلقة دلوقتي وباقي التعادي دلوقتي يعني الرجل ما بيربيش ولاده بتلاقي فرح ابنه هو مش موجود خلاص الشباب اليومين دول فاهمين ووعيين استغنوا فهموا وبالضبط قال لك أنا ما كانش موجود معايا في حياتي فمش هيبقى موجود معايا في جوازي نفس الحكاية البنات اللي مقم بتسيب بنتها وبتقول لها خلاص أنا عايش حياتي لا البنت بتجبر هي أنت بتبقيش موجودة في حياتها أساسا فيعني الصحبة الحلوة والتطحية الكبيرة أكيد ربنا بيعود عليها خير بس بنحسس نفسنا أن ده عوض يعني ما ناخدش الطاقة السلبية اللي هو هو اللي سايبني ربي وهو اللي ما بيصرفش وهو اللي ما عرفش إيه أهم حاجة اللي تحصلها كده ما تقرنش حياتها بحيات غيرها تركز على حياتها بس لأ احنا هنرجع بقى للمقارنة لأن برضو المقارنات دي قد إيه طاقات سلبية بالظبط خلينا أفكار تدميرية أصلا هنرجع تالي لأفكار التدميرية وإزاي نبطل أفكار تدميرية وإن لسه العلاج معنا بس الفاصل وخليكم معنا شاء الله واللي سايب نتكلم على الأوفر سينكينج ويمكن يعني وصلنا لغاية دلوقتي ومعرفش هنوصل إيه في نهاية الحلقة رقم واحد الندم الندم على اللي فات الندم على قرار أنا خدته الندم على زوج أنا انفصلت عنه الندم على شغل أنا سبته الندم على أي حاجة بيعتها في حياتي وندمت عليها الندم عزلت من بيت لبيت فندمنا لا يمكن الأول كان أحسن الندم أول حاجة بتكسر نفسيتنا وتخلينا أوفر سينكينج تقولي الوقت هل أنا صح هل أنا غلط تاني حاجة الناس المحاطين اللي حوالينا صحابي على فكرة يا عمر أنا يعني وخجلانة وأنا أقولي الكلام اللي أنا أقوله ده إحيطول الوقت بنحس بالأمان في بيت العيلة مع الأب والأم والإخوات لكن إحنا بقنا نشوف حلقات برضو كتير جدا إن الأفكار السلبية والطاقات السلبية مش بتخرج ألا من العيلة مش بتخرج غير من العيلة يعني دوست أنا بقولها وأنا يعني قلبي مش جايبني إن أنا أقولها لا أنا ممكن والدتي تديني فكرة تكسر ما قدي فيه تخليني ما بنامش تخليني تحسسني قدي أنا فشلة تحسسني إن حياتي قدي يسوه ده بقرار أنا أخدته رفع عليكي يعني مش بس الصحاب الأهل والأب والأم والعيلة رقم واحد اللي عايز ينجح في حياته أنا بدي له نصيحة معينة خليك دايما محاوط نفسك بنفسك في حتة النجاح والمستقبل دايما الأهل بيكونوا شايفين وزلمة اللي هما وصلوا له بالزبط أنا بابايا وصل لغاية إيه؟ هو ده آخره وده أكثر مجهوده من اللي هو عمله يحترم عليه وشكرا يا بابا اللي انت وصلت لحد كده وكذلك ماما وكذلك أخويا وكذلك عمي وخالي وعمتي انتم سعيتهم وده كان مجهودكم ونتاجكم إحنا المستقبل بتاعنا الشباب مستقبلها ليها الحياة بتاعتهم غير بتاعتنا الخمس سنين اللي فاتهم إزاي النهاردة فما ينفعش إن أنا ققيس اللي حصل لبابا والماما والعيلة واخد منهم قرارات إمتى أخد من بابايا ومامتي قرارات لما كون المستقبل بتاعهم شايف إن هو مرسوم صح وهم رسموه لي صح وأنا طلع بس أكمل بقية الرحلة لكن الأغلبية في المجتمع أغلبهم لهم لم توقفوا عنهم أصل الكلمة من الأب بتجرح وتموت ومن الأم بتأذي ومن الأم بتأذي يعني أنا ممكن صاحبتي تكلمني تقول لي رأيها عادي ممكن يضايقني شوية لكن ماما هتفضل قعدة قدامي أمي شايفاني فشلة فلأ دي دي تموت تخلي فيه نهيار في المستقبل كله واللي جاي بالزبط فعشان كده أنا بس عايز أحط خط تحت حتة العيلة والإخوات والأم والأب برضو ممكن حزاري لو هم طبيعتهم كده بيعنفتوا للوقت بيهدوا كلام سلبي فما تاخدش منهم الكلام السلبي ده تقدير الزات بيتبنى يعني في الإنسان عشان يكون شخصية مستقلة في حياته وشخصية تكون فعلا صح مش اعتمادية وتكون شخصية سوية في المجتمع وسوية قصاد نفسه لازم يتبنى عنده حاجة اسمية تقدير الزات برابع عليك أن حضراتك قلت الجزء ده مهم قوي تقدير الزات ده أول حاجر أساس فيه بيتحط داخل الأسرة الأهل الأهل هم اللي بيبنوا أن ابنهم ده يطلع عنده تقدير لزات قيمة لنفسه إضافة لنفسه في الحياة شخصية عندها ثقة بنفسه زي ما احنا بنقول كده عنده استحقاء لنفسه ونركز قوي تحت كلمة استحقاء أنا اللي بعلم ابني أن يكون عنده استحقاء لصحابه دول أنت بتستحق أنت تصاحب الفئة دي وتستحق أنت ما تصحبش دول وتستحق أنت تختار الوظيفة دي والعمل ده والدراسة ده وشريك حياتك ده تستحق فمن بدري أنا اللي مسؤول عن تجهيز ابني في الاستحقاء ده فماكنش مخلي ابني شايف نفسه قليل شايف نفسه قليل لأن الأهل دايما بيخلوا ابنهم قليل أيها صاحبا ودي كارثة أنا بشوف ناس بتعاني بيشوف أولاد الناس أعلى منهم أيها بالزبط ودي كارثة لأن الأهل اللي مصغريني يعني مهما عليت ومهما عملت أنا مش شايف نفسي في عينه وأمي مش شايف النجاح في عين بابا بصراحة حقيقة برافو عليك بجد المفروض أنا كأب أو كأم لما تكوني شايفة عيب أو دفوه في شخصية ابنك أو في شكله أو في ملامحه أنت أول حد يكون بيداري عن الناس وأنت أول حد بتديله صبورت فيها دعم فيها أنه ما يحسش بخجل أو ما يحسش بإحباط أو ما يحسش بيأس يعني أنا عارض مرة دراسة يا عمر أن كانت فيه أم وهي بتربي ولادها يعني مم هقول خلاصة الدراسة من كتر هي ما بتعلي استحقاها ببنتها فكانت كبع على قضتها من برة الدكتور نريمان اللي هي اسم بنتها فاللي هي البنت كانت مبسوطة جدا بنفسها حاسة أن مميتها بتقولها يا دكتور ولما كانت دايما بتناديها وسط صحابها وفي النادي بنت صغيرة لسا لها دكتور نريمان فابتدى الاستحقاق يعلى يعلى وبعدين قالت طلعت فعلا دكتورة وخادت معرفش إيه جايزة إيه في إيه ده استحقاق هو ده اللي أنا بقوله أنتوا بتبنوا الأفكار الإيجابية من بدر كده بيتجهزوها جوه أولادكم فبالتالي الأوفرثينجينج لما هيجيله هيجيله فكرة إيجابية بمثبت أنا كنت دايما بكتب قدامي وأنا بذاكر من وانا لسه في مرحلة الأساس اللي هو الابتداء والإعداد والسنة والجامعة كنت بكتب قدامي يفطى كده بخط إيدي وأنا خط كويس دكتور عمر شليل على طول كنت أكتب ده قدامي إيه ده يعني فعلاً أهو عملي فعلاً ده استحقاق أنا كنت شايف كده مع أن في المقابل الدعم كان قليل أنا بقى هنا استحقاقي علته النفسي بس مش كل الناس هتخلي الدعم حلي بالضبط كده أنا أخاف على أولاد كتير وأطفال كتير أهليهم بتظلمهم وبتقس عليهم وبتخليهم يجلدوا نفسهم كل يوم كم بنت بتنام معياتها بالليل وكم طفل بيتهز لما بيحس ببولينج بيحصله أو تنمر بيحصله من الأهل تنمر ده رقم واحد بيحصل من الأهل اللي بيوصل للأوبرثينكين وبيوصل للهز في المشاعر وفي الثقة بالنفس وفي الاستحقاق بيخلي البنت تهرب من البيت وتروح تختار واحد أقل حاجة في حياتها وعايز أقول كمان في الأوبرثينكين أنا بنعيشه بقى الشماعة الشماعة اللي أنا برمي عليها كل حاجة أنا ندمان عليها يعني كل مشكلة لا ما هو بابايا لو كان عمال لي كذا ما كانش حصال لي كذا ما هو لو ماما ما كانتش اتطلعت من بابا ما كانش حصال لي كذا ما هو أنا لو كنت خسيت وروحت معا في شيء بس أنا ما عيش فلوس أنا خليتها ضحية جاهزة للمجتمع فأنا حسة طول الوقت أن أنا ضحية وضحية الشماعة دول الشخصيات اللي على الشماعة إزاي نتخلص من الشماعة دي وناخد نفس عميق ونشيل الأوبرثينكين ده خالص من حياتنا ونبتدي من جديد وننجح بعد الفاصل بس هننزل الشارع دلوقتي نشوف الناس ايه تفكيرهم ورؤيتهم للأوبرثينكين هم فاهمين القصة ولا إيه؟ بفكر في المستقبل عشان أعرف هعمل إيه بكرة فيه ناس بتسيبها كده وبتبقى أحسن من أن يفكر لكن أنا بحيب أفكر طبعاً وراتب لا لا هو أنا أصلاً ورستكي السيناريو يعني دامي مفكر في إيه الورستكي السيناريو فبنان على كده بنشتغل يعني لا دلوقت سيبها تمشي زي ما يتمشي بص هو طبيعي حدي التفكير دي تبدو بشي الهم بكرة هتعمل إيه هتسوي إيه الكلام ده بس هتجتي هتسيبها يعني بتزيد معا الموضوع بزيادة يعني الصلاة بل أنت بتصلي وتتسيب على غبنا يعني ساعات برضو مذاكرة الدنيا هتعمل إيه قدام انت هتبقى إيه حاجات دي بتشغي التفكير يعني هو طبيعي إنسان لازم يفكر في حياته ولكن الإفراط مش عايزين نتكلم برضو في حتة إيه اللي هو نفكر سلبي على طول يعني البني أدم اللي هو دايما بيفكر بطريقة سودوية شوية وهنموت وهيحصل لنا وهيجرر لنا والكلام ده ده أكتر واحد بيتعب لا لا من هو اللي أنا بفكر بكثير جدا ومخي دايما شغال ده تعبني جدا طبعا بسبب لي تعب كثير أوه في حياتي أنا بفكر في حياتي يعني بفكر حياتي جاية بفكر إزاي اللي أنا عد المراحل اللي فاتت بسيبها ماشي بس ساعات بعد أفكر برضو وهي عماتل ما بتمشيش حاسب ما أنت بتفكر أنت بتفكر مثلا بتقول تحسيب لها كذا كذا فالأخي أنت ممكن تريد خد سكة تانية غير أنت كنت أحسيب لها أصلا المستقبل إيه بكرة إيه بعد بكرة إيه اللي هيحصل إيه اللي هيتم هو ده اللي إحنا كلنا أو الشعب المصري نص وبيفكر كده أيبدًا بسبب لي أخب بسبب لي صداع بسبب لي أن oyni دايما توتُر أما أنت مثلا تزابة بوكرة بوكرة هتعمل أين بوكرة هتسوي ده أكتب عايي أنا بتشكل دنيا في تفكير في تفكير إيجابي وفيه تركيب سلبي يعني بالسنت فكير السالبي اللي أنت تفكر في اللي فاتفكر في الخطأ اللي أنت عملتها حاول تنسى دي وتفكر في اللي جاي يعني إن أنت عتوصل إيه VVO إذا مش عرف allow for about the world اللي انت فيها دي مش عارف بكرة في ايه بسبب قرق ما بتعرفش يتنام كتير عدد نوم عدد ساعة نوم عندي فعلا الليلة اعتقد لو هو فضل يفكر بطريقة السلبية احنا متكلم عليها دي ممكن نقدر الله ومالحق نهوش وكلمنا معاه ممكن ينتحر وارجعنا لكم تاني مشاهدينا ولسا بنتكلم على الاوفرسينكينج وخلاص اخر داي في حلقتنا جاري جاري لان الناس كتير قوي بتسأل فيه ادوية فيه ادوية بتقلل من التفكير الزايد والاوفرسينكينج ولا هي قصة تدريب نفسي الموضوع كله لعب على العقل طبعا فيه جزء بيكون يعني صعب قوي وده لازم طبيب يتدخل فيه وده بند تماما مش هو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة لكن دي بتبقى حتة مرضية زي ما انا شرحت في البداية دي بتوصل للأو سي دي دي الوسواس بقى ولازم يتدخل الطبيب هنا ودور الجانب الطبي بقى ده موضوع طبيب لكن اللي احنا بنيحتاج فيه ده اللي هو المجتمع كله بيعاني منه الاوفرسينكينج احنا دلوقتي علاج من الدكتور عامر لازم يحتاج تدريب لازم يحتاج تدريب هنتدرب ازاي نحنا نقفل ده نعمله off بالزبط يلا دكتور عامر معاك رقم واحد اي مشاعر سلبية جوه دماغك حوطها بدفتر الافكار خلي عندك دفتر كده للكتابة اكتب فيه الفكرة السلبية دي وجمع فيه كل يوم الافكار دي خفف من الضغط اللي واقع على دماغك في اعباء الحياة وفي صعوبات الحياة وفي الناس المحيطة بيك وحط الدفتر ده قدامك خفف من الفكرة اللي قدامك دي اكتبها ده رقم واحد وده ابسط حاجة رقم اتنين اي مشاعر سلبية انت بتحسها نتيجة ليأس او احباط او شعور باليأس او بالخزلان نتيجة سطمض اوي كتير من الناس سامح فيها او تنازل عنها مش قادرين مش قادرين اه هنيجي هنا ان انا مش قادر اسامح اوكل ربنا اوي في امر في الحتة دي اه انا سمعت كتير عن الفيديوهات اللي هو لازم اسامح عشان ابقى موف اون في نوع من الظلم بس بصراحة انا واحدة من الناس مش قادر اسامح ناس ظلمتني مش عارفة سامح بصراحة وانا مع الحتة دي اه في ظلم بيكون بيين جدا واضح ووقف حياة انسان ودمر حياة انسان الظلم اللي من النوع ده اوعى انا مش بقول هنا رسالة ان احنا من سامحش لا سامح ولو قدرت تعفو يعني دي لها اجر كبير القادمين الغايزة دول اللي هم جزاء كبير طب لو انا معرفتش اسامح بس في ناس ما عندهاش بقى المسامحة بقى اعالج نفس ازاي عشان اعدي برضو شل الفكرة دي زي ما انا قلت من بداية وحطها جوا دايرة ان ده ظلم واقع علي في حياتي اشوف النظرة كانت من الابتلاء ان انا اتظلم ده ايه ربنا قدر لي هنا فكرة ان انا اتظلم وان انا اتعرض للابتلاء ده وانا مش احسن من ناس كتير اوه في الحياة ومن انبياء كتير تعرضوا للظلم وللتعف في حياته يبقى انا اشيل الفكرة دي كاملة مكملة طالما مش قادر ان انا الوحيد اللي حصل لي كده لا ده في ناس كتير انا اشيل فكرة ان انا الوحيد اللي حصل لي كده بالزبط انا هاخد هنا الدرس المستفاد من الحتة دي ان في ناس بتتظلم وبيفضل رائب الظالم هيحصل له ايه لا انا مش عايزك ترائب الظالم بيضيع عمره في المرائب بالزبط برافو انا عايزك تجتهد قوي انك تنجح وتاخد ستب عالي قوي وربنا هيراضيك فيها وربنا هيعوضك قوي في اللي جاي بس انت اجتهد ويسع وشوف اللي عليك ما تقفش وتتفرج على الظالم لانه هتلاقيه بينجح وبيتخطاك وبتقول ازاي ان الظالم حياته مستمرة وحياته ماشية عشان هو بيسعى هنا بيسعى انا عايزك انت كمان تسعى وحط فكرة الاساءة اللي تعرضت ليها او للظلم او التعب او الوجع ده اللي انت تعرضت ليه وكر ربنا كامل مكملة فيه ربنا بيدافع عن الناس المظلومة ربنا بياخد حق البناء ادم حتى لو هو تسامح فيه فهنا شل الفكرة من جواك هنا وارجع للعبادات بتاعتك واللتقوص بتاعتك فيها ربنا هيجيب لك حقك مهما حصل وكفى بالله وكيلة الجزء اللي بعد كده هقولها بسرعة حاول تجسد اي فكرة سلبية جواك بانك زي ما احنا قلنا نحطها في دايرة معينة واسمه معين عشان انت ما تخافش منه وحطها بعيد عنك واكتهد وشوف اللي وراك ايه ابعد عن الندم على اي قرارات او مرحلة وحشة في حياتك ما تقارنش نفسك انك لو كنت من خمس سنين كان حصل لك كذا لا هو الابتلاق ده لما حصل لك وانت النهار ده ندمان عليه ان اخدت قرار غلط كان لسه نطجك الفكري مش زي النهار ده فاحمد ربنا ان انت موجود النهار ده بالشكل ده وخد الاستفادة هنا من الدرس وبس ما تفكرش بكيره والله دكتور عمر احنا هنعمل حلقة تانية وتدريبات تانية لان مشاكل نفسية عندنا كتير جدا الناس المشرقة رقم واحد يعني ده رقم مميز قوي دي ناخدها كده عباده عن الناس مصاصي الطاقة ما تروحش للناس اللي بتشتيك كتير وبتسحب طاقتكم وبتعد تتزايد في الشكوى وفي المرض وفي التعب عليكم عشان دي بتمص طاقتكم وبتاخدوا منهم انتم الدول اللي هتشعروا طاقة سلبية بتأثر على حقيقكم كلها وتخليكم منهكين نفسيا ومتدمرين نفسيا وقاعدين محبطين ويأسين دكتور عمر فاشكرك جدا شكرا لكم شكرا لكم حقيقة وانا انبسط النهاردة بيكم وبرجوتكم وستدر مشاهدين كمان شكرا مرسي يا دكتور في نهاية حلقتنا مشاهدين يعني انا مش هقدر اضيف كلام على كلام الدكتور عمر شليل استشارة صحة النفسية لكن اقدر اقول لكل الست بتعاني وكل الست بتبعتلي مشكلتها الحياة حلوة بس احنا ساحات اللي بنفكر غلط حقيقة انا زيك بالزبط وتعلمت تعلمت افكر صح تعلمت افكر بطريقة ايجابية كنت اسمع الاول كلمة ايجابية وسلبية كنت قادر اقول ايه الناس دي بتقول ايه الكلام اللي بيقولوا ده بس فعلا فيه طاقة حلوة وفيه طاقة وحشة فيه طاقة ايجابية وفيه طاقة سلبية فيه ناس طاقتها حلوة يقولك ايه زمان المثل بتاعنا كمصريين اللي يجاور السعيد يسعد ده حقيقة فلي يجاور الناس الحلوة اللي طاقتها حلوة ونفسيتها حلوة هتلاقي نفسك في حتة تانية خالص نبعد عن الناس الكئيبة نبعد عن الناس اللي بتكسر مأدفنا نبعد عن الناس اللي هي النرجسية التاكسيك أنا مالي أنا أنا وراء ظهري وراء ظهري ومكملة حياتي وإن شاء الله دايماً حياتنا حلوة واللي عايز يتخلص إزاي من الأوفرسينكينج تفرج على الحلقة كلها أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله